اهلا بكم مشاهدين الكرام وأهلا بك معانا مرة تانية أستاذة نور أهلا وسهلا نوعية الروائح مختلفة بالتركيبات الروائح للسيدات مختلفة تماما عن الرجال ولا فين سر يعني الفرق فين لا هي ما هي مختلفة هي الروائح واحدة لأن الزهور واحدة ما في زهرة للرجل وزهرة للمرأة ولكن تكوينات الخلط ما بين أنواع الزهور اللي أنت تختاريها وأنواع الزيوت اللي تختاريها تحكم إما تكون نسائية أو رجالية فالنساء يتجهل ناعم رائحة الفانيلا رائحة السويت الأشياء الحلوة يميل إليها النساء أكثر بينما روائح الحارة العود الثقيل اليميل إليها الرجل أكثر ولكن هي في المبدأ العطور واحدة سواء للرجل أو للمرأة ولكن تركيز نوع اللي تحب المرأة يكون أزود في عطر معين واللي يحب الرجل أزود في عطر معين فبالتالي ينتج للرجل أو للمرأة في موضة في العطور يعني ممكن نلاقي كل موسم لي عطور بأنواع مختلفة في عطور بتتسم بروائح شوية ممكن تكون زيادة في عطور لازم تكون هادية يعني لها مواسم وليها موضة؟ هي مالها موضة هي لها مواسم في عطور شتوية في عطور صيفية في عطور نهارية في عطور ليلية ولكن هي مهموضة في عطور عادة المرأة أو الرجل في الصباح يحب العطور الهادي الفرش اللي يعطيكي إحساس بأنه نشيط ومنتعش بينما العطور الليلية لازم تكون عطور ثقيلة تكون عطور قوية شوي لأنها في الليل فيختلف الوقت ويختلف الموسم في الشتاء العطور الثقيلة في الصيف العطور الخفيفة لأن الصيف الأجواء حارة الرطوبة الحركة فتأثر في الروايح مع درجة الجلد ولكن هي ما هي موضة ما أقدر أقول إنها موضة السنة هالعطر والسنة الجاية هأخذ العطر الثاني يعتبد أنت إيش تحبي؟ تختلف كمان في المناسبات يعني لو أنا رايحة حفلة غير ما أكون رايحة زفاف غير ما أكون عندي مؤتمر لأن العطور القوية عادة في الليلية اللي هي تكون عطور مرة قوية تكون في الزواجات في الحفلات الكبيرة بينما مش ممكن تروحي العمل صباح وانت حط عطر جدا قوي أو تروحي سوق وانت حط عطر جدا قوي مش بجاله فهي لها أماكن مختلفة وليس موضة معينة استيل السيدة أو شكلها دايما بيقاس بمظهرها بأنقتها بلبسها هل ممكن إن إحنا نقول على سيدة إذا كانت أنيقة ولا لأ من الروايح اللي بتستخدمها؟ طبعا طبعا السيدة الأنيقة لابد أنها تكتمل أناقتها برائحتها لأن سيدة أنيقة ورائحتها مش كويسة لن تكون سيدة أنيقة نوعية الرائحة ممكن تختلف من سيدة لسيدة يعني ممكن اللي يليق عليها ما يليقش على غيري هل دا موجود في فكر وصناعة العطور؟ طبعا العطر لكل إنسان رائحته المميزة فلذلك أنا اسم عطري أنا فرائحة العطر مني أنا تختلف عنك أنت فلكل إنسان يعتمد على نوع الجلد في جلدي يتفاعل مع الروائح الباردة في جلدي يتفاعل مع الروائح الدافئة في جلدي يتفاعل مع الروائح العودية فيعتمد يختلف العطر من شخص إلى آخر طبعا إزاي ممكن أخطار نوعية العطور اللي تتناسب مع نوعية الجلد الخاص بي تضعي هنا هذه أكثر منطقة حساسة تتفاعل فيها العطر في بطن اليد فتشوفي أنت العطر هنا كيف تفاعل مع رائحة جسمك ممكن أنا أحطه وأنت تحطي ويختلف من يدي إلى يدي إزاي أحس أنه مختلف لو أنا حطيته لو أنت حطيته أنا على يدي وأنتي على يديك كل واحد شم رائحته على يدي تختلف عن رائحته على يديك وممكن عطر أنا يناسبني أكثر منك وعطر يناسبك أنت أكثر مني طب من هنا بقى عايزين نصيحة لكل سيدة إزاي تختار العطر المناسب لها يعني إزاي تكتشف أن النوعية دي مناسبة معي مع شخصيتي مع نوع جلدي لأسف أنه إحنا عندنا المرأة العربية بالذات فورا تتجه إلى المقاسات الكبيرة في العطور فتروح تأخذ لك المئة ملي أنا عطر أنا كل مئة ملي يعني أنا من الناس اللي صنعت المئة ملي ولكن صنعتها تواقبا مع أزواء المستهلكين العالم العربي ولا صنعت فيها لأنك أنت مقتنعة أن هذا ممكن أن يكون الأفضل لا أنا مش مقتنعة أنا صنعتها لأنه هذا هو المستهلك بس في نفس الوقت صنعت عينات صغيرة اللي هي 30 ملي أنا أنصح كل امرأة أو كل رجل يأخذ عينا صغيرة من العطر ويضع قليل منه ويخلص لأنه إحنا شعب نستهلك العطر بشكل كبير مش مثل الأجانب أو الأوروبيين أو الأمريكان تلاقي قرورة العطر عند العالم العربي أو المرأة العربية شهر وانتهت بينما عند الأمريكان تلاقيها زنتين ثلاثة ولسه ما خلص ولا ربعها حتى فبما أن إحنا شعب مستهلك خليني أخذ عينات صغيرة وأجربها أجربها على جلدي أجربها على ملابسي خلاص تفاعلت مع بشرتي ومع شخصيتي بشكل كويس أشتري منها المقاس الأكبر ولكن مش على طول أخذ المقاس الكبير أنا أنصح كل سيدة أوراتك لا أنا أعزي منك نصيحة تانية أن النهاردة أنت بتتكلمي على نوعية الجلد وبتتكلمي على استخدامتنا اللي ممكن تكون فيها إصراف لكن في النهاية ممكن تكون مضرة يعني بدا أكيد إذا كان ده علم وإنت عندك خبرة أكيد بفويده أكيد عندك العلم بأضراره طبعا الاستهلاك الزيادة من قبل السيدات أو الرجال يعني ساعات إحنا بنحس أن فيه شخصية تدخل المكان كله يفوح منه الرائحة وكأن فيه شيء كأنه الميت ملي كلهم تحطوا بالضبط تحطوا في مرة واحدة فهل ده مضر صحيا مضر للجلد الاستخدام الصح بالنسبة الاستخدام الصح ما يكون كده الاستخدام الصح بالكفير يكون ثلاث رشات يعني رشة 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 تحط فين؟ في السكن الرجبة اليدين هذه أكتر أماكن حين يتبق فيها يعني تشارك؟ مش بالضبط لأن الرائحة كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده فمهما كانت الرائحة جميلة وكثرت منها ما حتكون جميلة ما حيبان جمالها جمال العطر بهدوء ورقته وإنبعاثه هو ما حينبعث للأسف إحنا عندنا فكرة أنه كلما كثرت كلما انبعث العطر أكثر وهذا يعطيك نتائج عكسية هو العطر كلما كان قليل كلما كان أفضل إذا تركيز العطر عالي إذا العطر أودي بيرفيوم إذا العطر ناسب بشرتك فالقليل منه يكون كافي جدا دايما العالم العربي وخاصة السيدات والرجال حتى في مجال العطور دايما يعنيهم رايحة على البرندات العالمية يعني عايزة استخدم عطور لازم تكون مركة أجنبية عدم ثقة في أن المادة الفعالة ممكن تكون قوية في الصناعات العربية أو المحلية كمان عدم ثقة في أن الأضرار اللي ممكن تنتج عن استخدام مواد ممكن تكون خطرة أو غير إيجابية بالنسبة للمواطن ليه دايما عندنا عقدة الخواجة خاصة في مجال العطور؟ لا أحنا للأسف عندنا عقدة الخواجة في جميع المجالات في العطور زيادة شوي؟ يمكن في العطور زيادة ولكن ان شاء الله يعني بحول الله أن نحن هنثبت أن العطور أفضل من البرندات الأجنبية بدليل أنه كل البرندات الأجنبية اتجهت إلى العطورات الشرقية فإن شاء الله هذا دليل على أن نحن في الأخير ما يصح الله صحيح في الأخير العطور الشرقية هي اللي أثبتت جدارتها حتى في البرندات الأجنبية شايفة إن الصناعة العالمية في مجال العطور في تطوير مستمر بتحاول إنها تغزو الأسواق العربية وإنها تعمل احتكار أو إغراق زي بقية الصناعات ولا العطر العربي مازال محتفظ بمكانته لدى المستهلكين العربي العطر العربي محتفظ في مكانته على مدى الأزمان ومدى على مرور الأيام العطر العربي أصبح منتشر في العالم كله فمو شرط إنه براند معروف معناها حيناسبني أو غلى قيمته معناها إنه أفضل أو أنت اختار دائما ما يناسبك وليس ما يناسب غيرك فالعطر لك أنت وحدك بشكرك على أمودك معنا وبشكرك على أنا المنتج الجديد اللي حصل على العديد من الجواز وبشكركم مشاهدينا في رؤوسنا